تشكيل بتاع المجلس مجلس إدارة بقى هذه الهيئة الجديدة هذا الكعين الجديد هيعمل ايه؟ ده حيبقى مسؤولة عن تصريف الأعمال وأنه هو يدير الأنشطة اللي موجودة بس اللي حيحط له القطة هو مجلس الأمناء المفروض أنه حيحط المعايير والقواعد اللي على أساسها حيتم اختبارات مزولة المهنة للخارجين الجداد وتجديد مزولة المهنة على مدى الفترات المدى اللي حيحددها اللقاحة التنفيذية المفروض هتظهر خلال ست شهور وده منصوص عليه في القانون أنه حيتبادل الأطراف بالشهادات المهنية هعترف محليا بالشهادات المهنية اللي تعادل شهادة البارد عندي وحعترف بالشهادات العالمية لحد ما نوصل إحنا كمان نبقى محليا وعالميا الشهادة بتاعتنا معتمدة ومعترف بيها هيحط مواصفات للمؤسسات الطبية اللي حتقوم بالتدريب ويعتمد المدربين يعني المدربين وكمان حيستمر في نظام المراقبة الدورية أن يشوف التدريب ماشي إزاي البرامج ماشي إزاي تحديث البرامج اللي موجودة بصفة مستمرة فأنا حبقى دائما وابدا على متابعة للتعليم العالمي وأنا بطور في نفس الوقت كمان أضمن المواصيق المهنية بالنسبة للطب أنها تحقق ممارسة صحة آمنة في مصر طيب ده كلام محترم جدا عليك وتقولي ده في إطار ما قد يطلق عليه يعني استلاحيا التدريب أو التعليم المستمر أو أننا أفضل طول الوقت مواكب لما يحدث في العالم ده معناه أنه هينعكس علينا كمواطن طبعا هتتقدم خدمة صحية مميزة كل العاملين فيها مدربين على أعلى مستوى الشهادات الواخدينها معتمدة من مكان واحد يعني هتقلل فكرة أن يبقى تعدد الشهادات باش عندنا كذا شهاد أنا مثلا بشوف أنه على سبيل المثال للحصر الجماعة بتوع انجلترا يطلبوا دكترة مصريين يعني مش مهم كان طول الوقت وفتحين وكان بين كده على المواقع بتاعتهم عايزين تكترة مصريين وحاجات زي كده إذن أنا الدكتور بتاعي في منتقى الكفاءة وده اللي احنا كبرنا وتربنا عليه وبعدين ألاقي كل يوم ببقى فيها حاجات بتثبتلي ده إيه اللي بيوجعني دايما ويدايقني إن أنا أسمع الجملة بتاعة العملية دي ما بتتعملش في مصر عملية إيه؟ مش عارف سعادت كيقول لك إيه بص يا العملية دي مش في مصر دي هتضطر تسافر مش عارف فرنسا دي هتضطر تسافر ألمانيا ده بيبقى بسبب إيه؟ هل هنا بسبب مسألة عدم موجود تدريب مستمر أو تعليم مستمر وبالتالي ما بنبقاش أحيانا أبديتد ولا نتيجة مثلا عدم موجود بعض الأجهزة اللي ممكن ما تبقاش موجودة عندنا وهل ده هيعالجها المجلس الصحي ولا لا؟ لا في موضوع أبديتد لا إحنا أبديتد حلوة في أي تخصص مية مية وفي عمليات على مستوى العالم مكتوبة بأسامي أسادزة مصرية صح عندنا في المسالك الدكتور غنيم والدكتور حسن أبولاني هو في زي دكتور غنيم حبيبي المفروض أنه هو في جراحة إيه بقى اللي حنحتاجها محرف يعني ساعات كتير أسمع الجملة دي بأسمع يعني ما فيش حاجة حصل أيو أيو يعني فيها سلول العظم من روح ألمانيا مش عارف إيه الأورام من روح أرمس فلنبعد استغرب إذا كان الدول في الدنيا كلها بتطلب دكتورة مصريين وعندي دكتورة في كل العواصم المهمة اللي في الدنيا مال إيه ما تتعملش في مصر عشان إيه طيب هم كانوا أحد اللي بيطلع يعمل عملياتهم لا ده ولقيلين ولقيلين مش يمكن هم اللي عايزين كده هنا بيه ده أصل سؤالي في إيه هل هذا المجلس هيقفل القصة دي مش هيبقى فيه عندي احتياج إنه حتى حد ولو من باب الرفاهية يفكر في السفر برة بالعكس أنا عايز الناس تيجي تتعالج عندي لو كانت تعبئة وده حقيقة إحنا عندنا سياحة علاجية مش بييجوا من إنجلترا يتعالجوا عندنا من الكبد الوبائي سي آه مثلا بيقعدوا أسبوع وبينها سياحة ومنها عليك كويسا عندك ذكرت يا هذا الموضوع لأنه مش كثيري إحنا مش كثيري الكلام على مسألة إحنا بيجينا الناس من إنجلترا بتخش تتعالج عندنا هنا فيروس حد بييجوا علشان الميال بتاعة الوحاة والرامل بتاع سياحة وكل الكلام ده عندنا علاجة سياحة علاجية لكن بعض التخصصات في ناس هي اللي بتقول كده بدليل إن أنت عشان سفر حد بياخد موافقات لكن لو مسافر على حسابه وحر يختار المكان اللي هو عايزه بس هالكل اللي راح فرق عن اللي عندنا في مصر ما أعتقدش أنا بودل أظن ما أعتقدش